أول نصيحة لتلاميذنا الثقة في النفس أهم حاجة خاصة خاصة في الأيام الأخيرة ثنين عدم المغامرة بمقالة أو مقالتين يعني حتى هو ما يروج له في المواقع وغيرها نقول لهم كل ما يروج من مواضيع ما هيش مواضيع حقيقية لأنه ياما روج لكم موضوع وقد وصباح ورقيت موضوع آخر وانتكت ضحية إذن نقول لكم حذاري المغامرة في مدد الفلسفة أهم نصيحة لتلاميذ في المادة أضعف سلاحكم هو منهجية تحليل نص حذاري حذاري تدخلوا للباك بلا تحليل نص أنا أقول لهم هو سلك المحاين صح هو سلك المحاين على الأقل تجيب هذه العشرة تاعك بتحليل نص خرم أن تقدم الباكالوريا ورقة بيضة صح حتى التحليل لازم يكون مرفوق بحجج وبراهين نعم المشيط المنتم تكون شو مراجع وما كيف حافظ ولا حج صح كي نقارنه بالك أستاذ بالجدالية ولا حاجة وحدة أخرى فيهم دي تكنيك بالك اللي في تحليل نص سي بلو فاسيل على الأخرين لا هو تحليل نص هي ديما ديما حسب موضوع النص بيانسر ولكن تحليل نص تلميذ إذا فهم المنهجية وقرى النص عدة مرات 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 وفهم موضوع النص وفهم مسلمات وحجج النص يقدر بأسلوبه وشخصيته يعبر بيتحصل على نقطة في المادة كنت حابة نصق سيكتاني أستاذ على بالك الدوارات اللي يديروهم في مادة الفلسفة نشوف إحنا بالك دوارات نقولوا في ليامات الأخرين في عدة مواد رياضيات ولا لكن في مادة الفلسفة أستكتشوف بالي بالك هاد الدوارات اللي يديروهم في دقيقة الأخرى يساعدوا التلميذ ولا ما يساعدوش يعني في الحقيقة احنا نرجع إذا الدوارات ودرس الدعم مراهي سيلاحظوا حدين يعني كين أستاذة في المجال يعني ما شاء الله يقدموا دوارات ويعطوا محتوى رائع التلاميذ ويقدر التلميذ يستفاد من مجموعة من الدروس هذه كي كل أستاذ متمكن والفلسفة رهي فن قبل أن تكون علم أكيد وكين دوارات أنا نشوفها بألوهم التلاميذ يعني نقول لهم هذه الدوارات اللي يقول لك دوارة تحفيظ الفلسفة ودورة مثلا أربع ساعات لخمس مقالات هذه من المستحيلات السبع هذه بين دوارة تجارية لهدف تحل حصول على المال هنا ننصحوا للآباء وننصحوا حتى التلاميذ لا تغامروا بهذه الدوارات خطوكم منها يطيح لك سؤال وما تقدرش تفرق بين أسكو رح تعلجوا بي إما الاستقصاء بالرفع ولا بالوضع كي الناس ما تفهم شو شو قاصد أسكو هنا لازم نرفع ولا هنا لازم نوضع صح هنا ومش نقدروا نقول لهم حاجة ممكن تفيدهم في هذا النقر هي شو في الفلسفة أولا لازم تفهم المنهجية عندك المنهجية الجدالية يحيكون سؤالتها هل؟ رح تكون مقدمة الموقف الأول نقطة الأول الموقف الثاني نقطة ثم يحيكون تركيب وخاتمة عندك الاستقصاء بالوضع هو الدفاع ونحن نقول لهم بمعنى الدفاع رح تكون تم وحامي مدافع عن السؤال مدافع عن القضية يعني سيختلف كليا عن الطريقة الجدالية يعني ما رح يكون تركيب في الجدال كين تركيب ما رح يكون النقد الأول رح تدافع عليه بونك رح تكون طريقة أقصر وأسهل بالنسبة للجدال وعندك طريقة المقارنة رح يكون سؤالتها مثلا هل يمكن تمييز أو ما الفرق رح تكون فيها مقدمة رح يكون فيها أوجه الخلاف أوجه الشابه العلاقة والخاتمة وفي الأخير إذا ما قدرت قايتك عندك تحليل نص رح يكون فيه المقدمة العرض وعرض الحجج والشواهد النقد والتقييم والمناقشة مع الرأي الشخصي ثم الخاتمة والإجابة عن السؤال باب